طيب في تغريدي بدي نقلك علي بدي أخذ رأيك فيها هي عملها سيد أحمد الحريري نعم مبارف إذا شفت اليوم نعم بهاشتاج نعم يومين هاي اي يعني ممهم بطلق مافو إذا شفت اليوم نعم بهاشتاج رئيس جهنم نعم بيقول أحمد الحريري من فشل لفشل ومن حريق لحريق والرئيس وصهره المدلل بعض المصرين أنه تكون نار العهد المستقوي أشد فتكاً بلبنان واللبنانيين من نار جهنم لأنهم محتاجين للنار ودخانة ليخبوا فشلهم وفسادهم وكسادهم ولهم نقول من يحتاج النار فليلتقطها بيده بدلاً من رميها على الآخرين أنت مع تحميل رئيس الجمهوري لوحده أو جبران بيسيل لوحده ما يحصل اليوم في البلد لا أكيد لا أكيد أنا ما بقبل يحمل جبران بيسيل وحده أو مع حفظ الألقاب أو بشال عون لا هناك الرئيس سعد الحريري يتهيب سيد سوني يتهيب الرئيس سعد الحريري من تشكيل الحكومة خيفان كتير من تشكيل الحكومة بعدين اليوم الحكومة بتتألف من ثلاثة تمانات تمانة لفخامة الرئيس والوزير بيسيل تمانة للسناء الشيعي مع المرضى والقومة بيضال في تمانة خمسة منهم سنة وواحد درزة لرئيس الحريري بيضال في تنين مسيحية عم بقولي الرئيس الحريري يا خ days كلكم تمانات أنا للاش ستة خلي الرئيس برية عين مش عم يعبلوا عين الرئيس برية هلأ الليلة فات قبلا للبطيريارك من بوساطة بين الرئيس برية والرئيس عون تباركي الرئيس برية والرئيس عون تلاتتهم مع الرئيس الحريري بالأصر هلأ الليلة بلج في غبطة البطيريارك الراعي لا نشوف فيه مده توسر هاي دي هل ممكن أن يسمي البطريارك ما بيقبل هلأ هو قال لا 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 ما بيقبل أبدا ممكن ضمنا أو تحططوني مرة إسمين أبدا ما بيعملها ولا يمكن ترجوه قال له أنا ولا يمكن سمي قال كل المسيحيين بعد بنو أولاده وكل الإسلام أولاده أنا ما بفوت أنا بيحكي بالعموم إذا هو بيسمي بكرة بيجي المفتي بده يسمي بيجي بطرق الروم بيجي بطرق الكاتوليك ما عم بيسمه ما عم بيسمه وكل عمرة الوزارات بيقافوا على خاطر هيدا البطرق وعلى خاطر هيدا المطران لا هلا وعلى خاطر هيدا الشيخ كل عمرة يعني أنا مشي شيء سالسوني لو سمى البطرق وفاته لجوه فكرك رح تمشي الحكومة هيدا السؤال أنت مع نظرية أنه لا حكومة برئاسة سعد الحريري في عهد الرئيس عون ولك مفيش حكومة بالمرة في حكومة بس مش بقصة سعد الحريري في حكومة انتخابات بس إذا هاي بده تصير ورح يصير الانتخابات مجبورين ما أنتم بتعرف خبرية أبو عمار وكان عم يتفاوض مع الفلسطينية يقول له يا عمي أنت عم يسهلون عم تتسهل معهم كثير هو عارف أنه الإسرائيلية أنه ما رح يعطوه شيء عن الصوريين يعني بدون دولة يهودية أنت مكرا لك ما يصير الانتخابات أبو عمار قاله أنا مش متكل على وطنيت عليكم متكل على وطنيت الإسرائيلي والصهيوني ما تتكل هون نتكل على وطنيت الأمريكاني والالتزام والديمقراطية والأوروبي هاول بدون انتخابات فيه انتخابات أكيد